فشل يلاحق فشلا هكذا يمكن وصف جلسات البرلمان اللبنانية الذي يحاول انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما أخفق للمرة الثالثة على التوالي في هذه المهمة ليصبح لبنان أقرب إلى شبح حدوث فراغ في سدة الرئاسة بعد انقضاء ولاية رئيس ميشيل عون نهاية الشهر الحالية ويؤشر فشل البرلمان الذي يضم 128 نائبا في التوافق على مرشح حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا ما يزيد من تعقضات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة أزمة جديدة إذن تلوح في أفق لبنان مع الإخفاق في انتخاب خلف ميشيل عون الذي انتخب أصلا في عام 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل نواب في التوافق على مرشح ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها في السوق السوداء وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر أزمات عدة لم يكن من الغريب معها تصنيف لبنان كأكثر الدول العربية عاسة ضمن تقرير سنوي للمشاعر جعل سويسر الشرق في يوم ما في المرتبة الثانية عالمياً جراء تعرض سكانه للضغوط والألام النفسية ومع هذه الانقسامات العميقة وما تشير إليه تطورات من انسداد في الأفق لن تكون جلسة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية سوى محاولة رابعة فاشلة هذا ما لم تحدث معجزة وإن كان زمن المعجزات قد وله موسيقى